مرحبا، أقدم لكم نشرة أخبار ألمانيا ليوم الأحد الثاني عشر من مارس آذار 2023 إضراب في أربعة مطارات ألمانية يتعين على المسافرين جواً في ألمانيا لاستعداد لتأخير وإلغاء عدد كبير من الرحلات الجوية مرة أخرى حيث أعلنت نقابة العمال فيعدي عن إضراب في أربعة مطارات ألمانية في هامبورغ وهانوفر وبريمن وبرلين يوم الاثنين القادم كما أعلنت النقابة عن إضراب يوم الثلاثاء المقبل في وسائل النقل العام في الحافلات والقطارات التابعة لشركة النقل استغا في منطقة هانوفر تأشيرات للسوريين إلى ألمانيا للإقامة الدائمة بدون عودة وعدت الحكومة الألمانية ضحايا الزلزال من تركيا وسوريا بإجراءات مبسطة للحصول على تأشيرة إلى ألمانيا وتم بالفعل حتى يوم الخميس الفائت إصدار ما لا يقل عن 2300 تأشيرة شينغن من نوع سي للمواطنين الأتراك ولكن بالنسبة للسوريين فقط تم إصدار فياز مختلفة حيث تم منح تأشيرات وطنية من نوع D بغرض الإقامة الدائمة في ألمانيا ضمن إطار لم الشمل لحوالي 268 شخصا من ضحايا الزلزال لأن السوريين ليس لديهم إمكانية للعودة بعد مضي التسعين يوما باعتبار منطقة الزلزال السورية هي أيضا منطقة حرب أهلية على حد وصف الإعلام الألماني وبحسب الحكومة الألمانية سيتم أيضا جلب ما يصل إلى 3000 سوري هذا العام 2023 إلى ألمانيا ضمن برنامج القبول الإنساني مع إعطاء أفضلية لضحايا الزلزال مفاجأة في حالة التقص بعد التقص البارد وتساقط الأمطار والثلوج لعدة أيام متتالية يتوقع الآن خبراء التقص حدوث قفزة في درجات الحرارة حيث سنشهد في بداية الأسبوع يوم الاثنين القادم تقص ربيعي مع درجات حرارة تتراوح بين 14 و20 درجة وسيكون الجو غائما وماطرا في وسط وشمال البلاد ومشمسا في الجنوب ولكن درجات الحرارة ستنخفض بشكل كبير مرة أخرى في اليوم التالي كان معكم في التقديم مادلين وفي إعداد وإخراج النشرة إلهان بوزان شكرا لكرم المتابعة وإلى اللقاء في فيديو قادم